اتفاق اليوم نعتبره تاريخيا لماذا؟ لأنه جاء بمكتسبات جد مهمة بالنسبة لشغيلة تعليمية مكتسبات لعندها أتر مالي ومكتسبات التي تحل عدة قضايا فئوية طال انتظارها اليوم كذلك لابد أن نعبرا عن تحييتنا للحكومة التي قدرت مطالب نساء ورجال التعليم واشتغلت في إطار تفاعل إيجابي مع كافة هذه المطالب لا بد أن نذكر أن هناك مطالب أخرى التزمت الحكومة بكل مسؤولية وجدية بحلها في القريب العاجل وخلاصة أن هذا الحوار القطاعي أفضى إلى نتائج نعتبر أنها ستكون مدخلا أساسيا لإصلاح المنظومة وعودة شغلة تعليمية